وليس تخفف أنه اسمه استكف والخضر جعل جولة من بعدها تخفف أنه ويحذف اسمها وقال يستتر ورد عليه بأن الضمير المنصوبة لا يستتر لا يستر ضمير الرفع وسبق أن قالها في الألفية قال ومن ضمير الرفع ما يستتر ورد عليه بأن الحرفة لا يستتر فيه الضمير الضمير يستتر في الفعل زيد من قادمة أي هو هو مستتر في قادمة قال وإن تخفف أنه فاسمه استكن أي استتر قال لا لا نقول السلام بل نقوله حذفة قال بعضهم هذا وخبرها يكون جملة لا يكون مفردا قلوحي إلي عليما أن سيكون منكم مرضى عليما أن سيكون أنهم أنها خففت واسمها ضمير شأن حذفة وخبرها جملة سيكون منكم مرضى قلوحي إليها بالستام الشيء المستتر وموجود والمحذف لي موجود الله أعلم الخبر جاء جملة من بعد أن وشد بأنك ربيع وغيظ مريع فيها شدوداني سرح باسمها وهو الكاف في أنك وجاء خبرها مفردا ربيع فلو أنك في يوم الرخاء سعلتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق وفيها شدوداني واحد سرح باسمها وهو الكاف في أنكي والخبر جاء جملة ماذا؟ شيء خبر من الشأن الذي ينتهي الغائب والمغرد ومن شأن غائب من شأن يكون غائبا مغردا وغائبة مغردا فقط وإن يكون فعلا فإن كان الخبر جملة اسمية لا تفتقوا إلى فاصل وإن كانت جملة فعلية فسوف يكروها قال وإن يكون فعلا إذا كان الخبر فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصنيفه ممتنعا أي أنه متصرف فالأحسن والأفضل في الأعربية أن يوصل بينها وبينها فيه أو تنفيس أو قد أو لو مثال النفي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يره أحد أفلا يرون أن لا يرجع لهم قولا فاصل نفي أو تنفيس حليما أن سيكون منكم مرضي أو قد ونعلم أن قد صدقتنا أو لو أفلم ييأس الذين آمنوا ألو يشاء الله لدى الناس جميعا أحد هاي الفاصل وهذا مستحسن فإن لم يصد جائسا كما هو قول الشاعر علموا أن يؤملونا فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي أن يؤملونا لم يصد بين أن وبين الخبر والخبر جملة فعلية وفعلها متصرف وليس دعاء فإن كان الفعل جامدة غير متصرف لا يفتقروا إلى فاصل لأن الفعل جامدة شبيهم بالاسم وأن عسي أن يكون قد اقترب أجلهم وأن ليس الإنسان إلا ما سعي وظهر فإن كان دعاء لا يفتقر إلى فاصل كالقراءة ورش رحمه الله تعالى قراءة ناثر قال والخامسة والخامسة أنا غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال أتوا بها الشكل أنا غضب الله عليها إن كان من الصادقين الفعل متصرف ولكنه دعاء لا يفتقر إلى فاصل وظهر ما قلت فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو قليلا لا أنها قليلة فهي كثيرة لكن يقل من النحات ما ذكرها كذلك تخفف كأن فيحذف اسمها وقد يذكر ومن حذفه كان وابية تعطو إلى وارق السلم والأحسن أن يفصل بينها وبين خبرها بين نفي أو قد قد كقول جير رحمه الله تعالى أزف الترحل وغير أن لكافنا لما تزل برحالنا وكأن قد لما تزل برحالنا وكأن قد فأن قد زالت كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمع بمكة سامر كأنه ولبما ذكر روية بالوجه قول الشاعر وصدر مشرق النحر كأن ذجيه حقاني كأن ذجيه ذجيه اسمه كأن وغير كأن ذجاه حقاني يكون الاسم محذوفا وذجاه حقاني جملة مرتدع خبر محلها رفع خبر كأن ترك لكن لكن إذا إذا خففت فقالت الاقتصاص بالدخول على الأسماء وتهيز للدخول على الأفعال وبطل عملها قال تعالى لكن الراسخون في العذن منهم لكن الله يشهد بما أنزل إليك لا يواخذكم الله بالله في إيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الإيمان دخلت على الفئر إذا حديث اسمنا كان غمرشا إذا بك رأيك وإذا بك رأيك وإذا بك رأيك لسه غمرشا كان هنا لسه غمرشا إبراهيم بن هارم اللي يعرف توفي عام 177 لسه غمرشا